طيب عندي فيه امبارا قلتلككم تسريبات بقى وشغل تسريبات التركية وغيره امبارا عرضنا لكم تسريبين بيؤكدوا انه تركيا بتسلح الارهابيين في سوريا وجبنا جبنا التسريب اللي كان موجود مع اربعة من القيادات تركية الجيش والمخابرات والحكومة وجبنا تسريب تاني بتكلم على نقل اسلحة من تركيا الى نيجيريا لجماعة بوكو حرام النهاردة عندي تسريب بيندرج تحت فساد عائلة اردوغان فساد عائلة اردوغان تحديدا سمية بنت اردوغان زوجة زوجة وزير المالية البيرق ده في مكالمة تليفونية تسجلت بينها وبين رجل اعمال اسم مصطفى طباش كان القصة قبل ما تسمعوا التسريب كانت القصة عبارة عن حياتة ارض بنى عليها الرجل مخالف فالمفروض تبقى للقانون تتهد تتشال لكن تم تسوية الموضوع بين مصطفى طباش وبين بلال اردوغان انه هيديهم فيلا في هذا المكان في مقابل انهم يخلصوا له الارض وما يهدوش المبنى دي مكالمة بين سمية وبين مصطفى بقى لان الفيلا دي هتمنصيب سمية بنت اردوغان دي قصة حقيقية وهي بتكلم معها بتقوله بقى تشتباطه حمام السباحة والتفاصيل وغيره وغيره ده مين ده الرجل اللي بتكلم باسم الله باسم الدين بيرطب اسمعنا ولسانه بذكر الله دائما بنته فاسدة ابنه فاسد هو فاسد اخوه مصطفى فاسد لكن انا قلت اللي قاله كل القريبين منه انه راجل دائما بيستخدم الدين كماطية وبيستخدم الشعارات الدينية لوصول الى قلوب الناس واسمع الناس تعالوا نسمع للتسريب ونرجع نحلى علي تاني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة